أكثر من مئتي أسرة من مخيم الروضة بمأرب يفترشون الأرض وينتحفون خياما لا تقي حر الشمس ولا قسوة البرد النازحون الذين قدموا من محافظات عدة وأكثرهم من حجة وضعوا خيامهم على جزء من أرض تابعة لجامعة مأرب إذ لا بديل لديهم ولا إمكانية لاستجار بيوت في ظل حم ارتفاع إيجارات المنازل في المدينة المكتظة بالنازحين أمن مأرب نازحين متضررين ما قدرنا نتفاع الإيجارات أزواجنا في الجبهات نحن مضحين ونقبل الأمن مهتدين كل يوم يهتدون لهدم المخيمات يقول هؤلاء إن الأمن هددهم أكثر من مرة وطلب منهم إخلاء مخيماتهم وعندما سألوهم إلى أين أجابوا بأن هذا ليس شأنهم نفذ نازح مخيم الروضة قبل أيام وقفة احتجاجية طالبوا فيها محافظ مأرب سلطان العرادة بوضع حل لمشكلة سكنهم ورفعوا أصواتهم كيف لنا نحن من هربنا من بطش الميليشيا إلى حضن الدولة أن نعامل بهذا الشكل لسيما وأن كثيرا من أرباب هذه الأسر يقاتلون في صفوف الجيش نناشدكم الله والرحم ونناشد كل حر للوقوف معنا ومع مظلوميتنا ليس هذا هو مخيم النازحين الوحيد في مأرب مخيمات عديدة تحوي مئات الأسر النازحة من جحيم الحرب لتستقبلهم حرب أخرى حرب ارتفاع الأسعار التي تنتشر في محافظة مأرب بشكل جنوني خلال سنوات الحرب الماضية استقبلت مأرب ما يقارب مليوني نازح توسعت المدينة بشكل غير طبيعي وانتشرت فيها تجارة الكسب السريع والاستغلال مقابل غياب أي رقابة فعلية من قبل أجهزة الدولة هناك مراقبون يرون أن تكريس صلاحياته في شخص المحافظ العرادة بالإضافة إلى سفره المتكرر والطويل إلى الرياض أدى إلى الحد من فاعلية أداء مؤسسات الدولة في المحافظة فهل ستنجح مأرب في أن تصبح النموذج الذي يراهن عليه الكثير؟ اشتركوا في القناة